أدى صباح اليوم بمقر المحكمة العليا المفتش العام للدولة الجديد نصر قولندوكسيا ويدو مراسم أداء القسم أمام رئيس المحكمة العليا سمير أدب النور وبحضور عدد من المسؤولين في السلك القضائي في الدولة تقرير محمد أسمان بشير أتعحد على الالتزام بالقوانين المسيرة لنظام المفتشية العامة للدولة أتعحد أيضا على أداء مهمات رقبية للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة تلك هي الإبارات التي تعحد عليها المفتش العام الجديد للدولة نصر قولندوكسيا ويدو خلال مراسم أدائه اليمين القانوني أمام المحكمة العليا ذلك بعد أيام من تعيينه بمرسوم رئاسي يحمل رقم 2012 الصادر بتاريخ 17-11-2017 وقبل أدائه اليمين القانوني قرأ المدعي العام بالمحكمة العليا أثمان سليمان المرسوم الذي قضى بمجيبه تعيين نصر قولندوكسيا ويدو على رأس المفتشية العامة للدولة وطلبه المدعي العام بضرورة العمل بإخلاص واحترام القانون من أجل وضع حد لأولئك الذين يقومون بالاستلاء على المال العام بطريقة غير قانونية ويستخدمون الرشاوي ويستغلون منصبهم لأغراض خاصة على حساب المال العام والمصالح العليا للدولة توجيهات أخذت أولوية في جدوى الأعمال المفتش العام الجريد نصر ويدو وبذلك رفعت الجلسة من قبل المحكمة العليا والتي كانت تحت إدارة رئيسها سمير أدم أنهر اشتركوا في القناة